السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرعب العداد الأدبي من مدارس دار السلام الدولية العراقية أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من دروس الرياضيات معكم المدرس أحمد عبد الله سوف نأخذ في هذا الدرس طلاب العزاء المقياس الثالث من مقاييس النزع المركزية وهو المنوال أو يطلق عليه مود باللغة الإنجليزية وهو تعريف المنوال طلاب العزاء يعرف المنوال لمجموعة من القيم أنه القيمة الأكثر تكرارا أو التي تقابل أكبر التكرارات ويرمز له بالرمز مو أي أول حرفين من كلمة مود لنأخذ الآن طريقة حساب القيمة المنوالية طبعا أخواتي نميز حالتين أولا البيانات غير المبوبة تكون فيها القيمة المنوالية في هذه الحالة هي القيمة الأكثر تكرارا مثال 12 ما القيمة المنوالية لمجموعة العداد الآتية 4 و 2 و 4 و 8 و 3 و 4 و 9 و 7 و 4 طلاب العزاء نلاحظ أولا ما هي القيم التي تتكرر نلاحظ أن القيمة 4 هي التي تتكرر أكثر شيء في هذه المجموعة من الأعداد وبالتالي فإن القيمة المنوالية تساوي أربعة لأنها تكررت أكثر من غيرها ثانيا البيانات المبوبة ذات الفئات لحساب المنوال في البيانات المبوبة ذات الفئات سوف نستخدم طريقة الفروق والتي تعتمد على إيجاد دال واحد الذي يساوي الفرق بين التكرار المنوالي والتكرار السابق له وإيجاد دال 2 والذي يساوي الفرق بين التكرار المنوالي والتكرار اللاحق له ثم التعويض في القانون المنوال يساوي الحد الأدنى للفئة المنوالية زائد خط كسر في البسط دال 1 في المقام دال 1 زائد دال 2 والكسر مضروب بطول الفئة المنوالية وأن التكرار المنوالي هو أكبر تكرار في الجدول والفئة المنوالية هي التي تقابل أكبر تكرار مثال 13 أحسب المنوال من الجدول التالي الجدول المؤلف من عمودين العمود الأول فئات والعمود الثاني التكرار الفئة الأولى ما بين 30 إلى 40 يقابلها التكرار 9 الفئة الثانية ما بين 40 إلى 50 يقابلها التكرار 15 الفئة الثالثة 50 إلى 60 يقابلها التكرار 22 الفئة الرابعة ما بين 60 إلى 70 يقابلها التكرار 25 الفئة الخامسة ما بين 70 إلى 80 يقابلها التكرار 18 والفئة الأخيرة ما بين 80 إلى 90 يقابلها التكرار 11 لنبدأ الآن بحل المثال نلاحظ من الجدول المعطى أن أكثر تكرار هو 25 وبالتالي فهو تكرار منواري الذي قبله تكرار سابق والذي بعده تكرار لاحق الفئة المنوارية هي الفئة التي تقابل أكثر تكرار أو التي تقابل تكرار المنواري وبالتالي فئة المنوارية هي 60 إلى 70 الفئة المنوارية هي من 60 إلى 70 نقوم بإيجاد دال واحد ما هو إلا الفرق بين التكرار المنواري والتكرار السابق ساعة 12-22-3 دال اثنين نقوم بإيجاد دال اثنين هو الفرق بين التكرار المنواري والتكرار اللاحق ساعة 20-18 سبعا نقوم بالتعويض بالدستور لدينا الدستور المنوار يساوي الحد الأدنى للفئة المنوارية زائد خط كسر طبعا في البصد دال واحد في المقام دال واحد زائد دال اثنين والكسر مضروب بطول الفئة المنوارية وبالتالي المد يكون الحد الأدنى طلاب العزاء للفئة المنوارية هو ستون ساعة دال واحد حسبناه تلاتة على تلاتة دال واحد زائد دال اثنين سبعة ضرب طول الفئة سبعين ناقص ستين سبعين ناقص ستين هو عشرة وبالتالي المد يساوي ستين زائد ثلاثة على عشرة ضرب عشرة نختصر عشرة مع عشرة يكون لدينا المد يساوي ستين زائد ثلاثة وتساوي ثلاثة وستين إذن المنوار هو طلاب العزاء ثلاثة وستين وبذلك يتم المطلوب لننتقل الآن إلى مزايا المنوار وعيوبه مزايا المنوار واحد بسيط من حيث الفكرة أو طريقة إيجاده اثنين لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة أي نفس الوسيط في حين أنه على عكس الوسط الحسابي الذي يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة عيوب المنوار العيب الأول رغم تعدد طرق حسابه إلا أنها طرق تقريبية لا سيما في حالة البيانات المبوبة ذات الفئات اثنين أو العيب الثاني في بعض الحالات وحسب التعريف لا يمكن إيجاد المنوار أي لا يوجد منوار للقيم إذا لم توجد قيمة متكررة أكثر من غيرها مثال بسيط على ذلك لو كانت لدينا درجات الطلاب خمستاش وخمستاش وعشرين وعشرين وثلاثين وثلاثين فعندئذ لا يوجد منوار في هذه الحالة لأن كل القيم تكررت نفس التكرار نكمل وفي بعض الحالات الأخرى يوجد أكثر من منوار طلاب الأعزاء لو أخذنا مثال بسيط على ذلك إذا كانت لدي درجات الطلاب كالتالي في مادة الرياضيات خمستاش وخمستاش وعشرين وعشرين وعشرة وثلاثين فإن المنوار هنا هو خمستاش وعشرين لأنه تكرر كل قيمة تكررت مرتين وبالتالي فإن المنوار هو خمستاش وعشرين أي يوجد منوارين في هذا المثال لنقوم الآن بحل تمارين خمسة واحد التمرين الأول البيانات التالية تمثل أعمار مجموعة من الطلاب تساتاش وسبتاش واتمنتاش وسبتاش وخمستاش واتمنتاش وستاش وسبتاش وخمستاش جد كل مما يأتي ألف الوسط الحسابي بي الوسيط جيم المنوال لنبدأ الآن بحل التمرين الأول من تمارين درس صفحة خمسة وتسعين طبعا لدي البيانات التالية تمثل أعمار مجموعة من الطلاب والمطلوب ألف الوسط الحسابي نلاحظ طلاب الأعزاء أن البيانات غير مبوبة وعليه فإن المتوسط الحسابي يكون مجموعة القيم على عددها بيساوي طبعا اكس بار تساوي سعطعش زائد الثمنتاش مقررة مرتين يعني ثمنتاش ضرب اتنين زائد السبتاش مقررة ثم مرات أي سبتاش ضرب ثلاثة زائد سبتاش زائد خمستاش طبعا مقررة مرتين طلاب الأعزاء أي خمستاش ضرب اتنين على عددها تسعة وبالتالي يكون اكس بار ما هو إلا مئة واثنين وخمسين على تسعة وتساوي ستاعش فاصلة ثمانية وثمانين بي الوسيط نرتب ترتيبا تساعديا خمستاش خمستاش ستاش سبتاش 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 تمنتاش تمنتاش تساتاش ترتيب الوسيط نلاحظ هنا عدد البيانات فردي وبالتالي ترتيب الوسيط هو ان زائد واحد على اثنين أي ترتيب الوسيط يساوي تسعة زائد واحد على اثنين وتساوي عشرة على اثنين طلاب العزاء وتساوي خمسة إذن ترتيب الوسيط هو ترتيب المفردة أو القيمة التي ترتيبها الخامس وبالتالي نعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة إذن الوسيط هو سبتاش أخيرا بجيم المنوال نلاحظ أنه القيمة الأكثر تكرارا من بين البيانات التالية هي السبتاش وبالتالي المنوال المد هو سبتاش وبذلك يتم المطلوب ترجمة نانسي قنقر